هذه أبرز العناوين البريمير ليج وجهة مستقبلية محتملة لإبراهيم دياز جامعة فوز القجع تفاجئ حاكم زياش ويصفنصار بهذه الخطوة بسبب لقطة مباراة المغرب ضد زامبيا رحيم يتلقى عرضا رسميا من الاتحاد السعودي من أجل الانضمام إلى صفوفه في المركات الصيفية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس البريمير ليج وجهة مستقبلية محتملة لإبراهيم دياز لا يزال فريق أرسونال العنجليز متشبتا بفكرة ضم الدولية المغرب إبراهيم دياز لعب فريق ريال مدريد الإسبانية خلال فترة الانتقالات الصيفية وأوضح موقع كافت أوتسايد الإنجليزي في تقرير له أن الجانرز يضمح إلى تعزيز صفوفه خاصة بعد آخر موسمين مميزين قدمهما على الروه من خسرته للقب الدور الإنجليزي في الأمطار الأخيرة واشدد المصدر ذاته على أن مدرب الفريق ميكل أرتيت طلب التعاقد مع إبراهيم دياز إيمانا منه بقدرة على إدفاء لمسة إضافية على منظومة الفريق للمنافسة أكثر على الألقاب انطلاقا من الموسم المقبل واعتبر التقرر أن دقائق لعب إبراهيم دياز في ريال مدريد من المرتقب أن تنخفض بشكل كبير بعد التعاقد الميرينكي مع كليان بابي ما يرفع إمكانية رحيل اللاعب في المركات المقبل وأفاد الموقع أنه يمكن أن تكون قدرة دياز على اللاعب في أكثر من مركز إضافة مهمة لأرسنال فإلى جانب تسجيل الأهداف لديه القدر على خلق المزيد من القوة لفريق أرسنال وتبع قائلا يبحث أرتيتا بشدة عن مهاجم ولاعب خط وسط في الصيف بحيث يهدف إلى إنهاء جفاف لقب الدور الإنجليزي الممتاز مع الأرسنال وكانت تقارير صعفية إنجليزية سابقة قد أجمعت على أن إدارة تالغانرز على استعداد لدفع ما قيمته 70 مليون يورو من أجل دياز بهدف تقوية وسط الميدان وزيادة جودته من خلال خلق ثلاثيتين بين كوليم ديكلارايس ومارتين أوديغارد والقادم براهيم دياز جامعة فوز القجعة تفاجئ حكم زياش ويوسف انصاري بهذه الخطوة بسبب لقطة مباراة المغرب ضد زمبيا في خطوة لتعزيز الروح الجماعية والتمسك داخل المنتخب المغربي أعقد فوز القجعة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا مع الناخب الوطني وليد رجراكي واللاعبين الدوليين يوسف انصاري وحكيم زياش الهدف من الاشتماع كان الصداح الأحداث التي وقعت عند استبدال اللاعبين خلال مباراة تصفية كأس العالم 2026 ضد منتخب زمبيا وبحسب ما نقله موقع تاليسبور فقد تم الاشتماع في المعسكر التدريبية بمركب محمد السادس لكرة القدم وذلك بهدف تهديئة الأوضاع ومنع أي توطرات قد تؤثر على الأجواء داخل الفريق الوطني مما قد يعيد سيناريوات سابقة مع مدربين أخرين وفي المباراة ضد زمبيا ظهرت مظاهر الغضب والاحتجاج من اللاعبين انصاري وزياش عقب قرار وليد رجراكي باستبدالهم خلال المباراة حيث أظهر حكم زياش استياءه بإلقاء حدائه أرضا بينما القنصير بقنانة ماء بطريقة استفزازية وفي تصريحة الله بعد المباراة كان وليد رجراكي قد دفع عن رد فعل زياش وانصيري معتبرا أن غضب اللاعبين يعكس رغبتهم في المشاركة والتنافس مشيرا إلى أنه كان الوقت مناسب لإجراء التغييرات نظرا لإصابة حكم زياش وقد قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقد الشماعين بين الطرفين لتجنب تكرار الخلافات التي حدثت في الماضي مثل تلك التي وقعت تحت قيادة المدربين هيرفيرينار ووحيد خاليل زيتش والتي أثرت سلبا على العلاقات داخل الفريق وفي سياق المتصل السعيد المنتخب الوطني المغربية لمواجهة نظره كونغو برازافيل يوم الثلاثة القادم إن شاء الله في الملعب الكبير بمدينة أغادير ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 رحيم يتلقى عرضا رسميا من الاتحاد الصعودي من أجل الانضمام إلى صفوفه في الماركات الصيفية تلقى السوفيان رحمي مهاجم العين الإماراتي عرضا رسميا من الاتحاد الصعودي من أجل الانضمام إلى صفوفه في الماركات الصيفية وفق لما أكده عبد العزيز المرسل الإعلامي السعودي عبر حسابه في إكس فإن إدارة اتحاد جد قدمت عرضا رسميا إلى العين لضم رحمية وتأتي رغبة الاتحاد بعد تألق رحمي مع العين الإماراتي في الموسم المنصرم حيث قد الزعيم للتتوجب دور أبضل أسيا على حساب يوكوهاما مارينوس اليابانية ونجحت إدارة الاتحاد في التعقد مع أربع صفقات حتى الآن بعد تفعيل بونديشيا إعقدي السعد الموسى وأحمد الغمدي تنائي الاتفاق وتمكنت إدارة الاتحاد كذلك من تمديد إعارة حامد الغمدي وضم حارس المرمى حامد الشنقيطي في صفقة انتقال حرة لمدة خمس مواسم الزلزول يضير ظهره للملايين ويرفض مغادرة إسبانيا يتردد الدولي والمغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق ريال بيتسال إسباني لكرة القدم في حسم مستقبلها على الرغم من أنه لا يرغب في تغيير الأجواء خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة ويدرس اللاعب الزلزولي بعض السيناريوات المحتملة قبل بدء فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024-2025 وكشفت صحيفة سبورت الإسبانيا أن تدبدب مستوى النجم المغربي جعل استمراره مع النادي الأندلوسي محل شك وقالت الصحيفة أن اللاعب المذكور عبر عن رغبته في مغادرة إسبانيا ما يجعله رافضا لأي عروض من مختلف العروض الخارجية في مقدمتها عروض من أندية سعودية وأشار إلى أن النجم المغربي يضع ثلاث سيناريوات أولها الاستمرار لموسم آخر مع بيتيس والثاني في تمثل في الانتقال إلى ريال مايركا للعمل مجددا تحت قيادة المدرب جاقوب أرسي والحل الثالث يتمثل في العودة إلى أصصنا نفسه على سبيل الإعارة أكرد سعيد جدا بالعودة للميادين بعد الغياب بسبب الإصابة تمثيل بلدي واجب قبل كل شيء أعرب نيفا كرد مدافع المنتخب المغربي عن صروره بالتسجيل عودة إلى أجواء التباري اطر تعافيه من الإصابة بعد مشاركته في مواجهة المنتخب الزامبي أول أمس الجمعة برسم تصفية الأفريقي المؤهلة لكأس العالم وابتعد الدولي المغربي عن الميادين لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي ألمت بها قبل مشاركته كأساسيا في مقابلة أصود الأطلس أمام المنتخب الزامبي التي آلت ناتجتها للنخبة الوطنية بهدفين لهدف ونشر أكراد تدوينة عبر حسابها الرسمي على الموقع الاجتماع انستغرام جاء فيها سعيد جدا بالعودة إلى الميادين بعد عدة أسابيع من الغياب بسبب إصابتي كان من المهم بنسبة لي أن أعمل بجد للعودة وتمثيل بلدي لأن ذلك واجب قبل كل شيء دمى مغرب وجور أكراد في قلب الدفاع القائد رومان غانم سيس في المقابلة التي أقيمت على أرضية الملعب الكبير لمدينة أغادير يوم الجمعة الفارق ومن المرجح أن يشارك لعب إصطهم الإنجليزي كأساسي في مباراة الكونغو يوم الثلاثة إن شاء الله لحساب الجولة الرابعة من تصفية كأس العالم ألفين وستة وعشرين